وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى إلى ماليزيا اجتمع سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية مع وزير الإعلام والاتصالات الماليزي سعادة السيد داتو صالح كيرواك وذلك بمقر وزارة الإعلام والاتصالات الماليزية وفي بداية اللقاء أكد وزير الشؤون الإعلام أهمية القمة البحرينية الماليزية التاريخية في توطيد أواصر الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية في ظل القيادة الحكيمة للبلدين بما يخدم المصالح التنموية المشتركة ويدعم مسيرة التضامن الإسلامي وجهود إحلال الأمن والسلام الإقليمي والعالمي كما استعرض الرميح السبلة عزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات الفنية والتقنية مع وزارة الإعلام والاتصالات الماليزية والتنسيق المشترك في مجالات الإذاعة والتلفزيون والإنتاج الفني وتداول المعلومات والأخبار ونشرها بالتعاون بين وكالتين أنباء البلدين معربا عن خالص تهانيه إلى الصحفيين والإعلاميين في كلها البلدين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وتقديره لجهودهم في حماية الوحدة الوطنية ودعم التنمية المستدامة هذا ونقش وزير شؤون الإعلام آفاق التنسيق الإعلامي المشترك مع ماليزيا على المستوى الثنائي وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها الإعلامية المتخصصة مؤكدا أهمية الضافر الجهود الإعلامية الإسلامية في إبراز الهوية الثقافية والحضرية للعالم الإسلامي ونشر الصورة الصحيحة للدين الإسلامي السمح في ترسيخ قيم العدل والسلام والوسطية والاعتدال والتنسيق في محاربة التطرف والتعصب والإرهاب والتصدي للدعوات المثيرة للكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية